كثيرة هي الأحداث وتفاعلات هذه الأحداث لا تزال تلقي بظلالها على الواقع سياسيا والتصريحات أبدأ معك سيد طربيا من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بالرئيس بوتين هل كان بالفعل الرئيس جو بايدن يقصد ما قاله في التصريحات أم أنها كانت مجرد زلت لسان لم يعنيها وخصوصا بعد التفصيل الذي جاء من البيت الأبيض يعني من الصعب التحديد ذلك بالتأكيد ولكن اعتقادي أنه كان متقصدا أن يقول ما قاله على أن يتراجع عنه بعد حين أو أن تتولى الأجهزة الإعلامية الأمريكية توضيح ما قاله بايدن المهم بالنسبة له أن الرسالة وصلت ولكن هذه التصريحات هي عالية اللهجة هي عنيفة جدا وتذكر بحقبة فعلا الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق والغرب والولايات المتحدة تحديدا يعني وجود بايدن على مقربة من الحدود الأوكرانية في بولندا نعم يذكر فعلا يذكر بأجواء الحرب الباردة يذكر بزيارة سبقة وأنقام بها الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان عام 89 إلى برلين حيث وقف وقتها أمام الخائط ودعا خروتشوف إلى هدبه كنا وقتها في خضم الحرب الباردة انهار بعدها الجدار برلين وكذلك انهار الاتحاد السوفيتي ثم عدنا الآن مجددا مع فلاديمير بوتين إلى صراع الجديد من الحرب الباردة يخشى ألا يتحول إلى حرب ساخنة أي إلى حرب عالمية ثالثة لكل طرف أهداف بكل تأكيد سيد طربية مع استمرار هذه الحرب روسيا من جهة الغرب من جهة أخرى واشنطن اليوم ما الذي تريده من هذه الحرب المستمرة والتي تدخل يوما جديدا في شهرها الثاني واشنطن تريد أساسا الحفاظ على الموقع الذي بنته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أي أن تكون القطب الرئيسي في العالم هذا ما يسعى الرئيس بوتين وتسعى الصين أيضا إلى عدم الاعتراف بهذا الدور باتجاه عالم متعدد الأقطاب يعني جو بايدن استفاد من الخطأ الذي ارتكبه بوتين هو خطأ قانوني هو خطأ من وجهة نظر الشرعية الدولية هو خطأ بحق أوكرانيا بحق الديمقراطية حين أمر قواته باجتياح دولة مستقلة ترجمة نانسي قنقر